ايو بصدق المسلاتي حتى لو كان عدو لكن زهر عربي ده بفرازة الحرب والمشاكل حصلت زهر بصدقك ما فيه يا خناب أقول ده معاكم في الأحراش وعشت معاكم صدقوا كلامي ولو مرة اتوحدوا يا ناس النزوح اتوحدوا يا معسكالات النازحين اتوحدوا يا معسكالات النازحين اتوحدوا دي رسالة لكم اتوحدوا عدوكم الأول والأخير أبنائكم أبنائكم اللي قاعدين في الكرسي فوق في السلطة دي ما تقول لي يا عربي ده عدوكم الأول بس ده لحال بنقول لكم برواضح ده عدوكم الأول عشان ما يجي فلان اندو حقت في قلبه او زعلان اندو زعل في قلبه يقول يقول لك يا خنات اتوحدت لمطايا العبدة ولا اتوحدت للعربي ده ما منطقي ده زول جاهل ما في عربي عنده مشكلة ما زول في في دارفوردي ولا في زلقاوي من دارفور أصلي عنده مشكلة مع عربي ناس متفجين وناس متعايشين لكن الجاي قزودة هل لئين وهل قريل أدب وهل ما بيعرف قيمة الأرض ولا العرب ولا قيمة الإنسان دارفوري ذاته عشان ما ناس تغشهوا الحنية والعاطفة دي هي الضيعة البلد الحنية والعاطفة دي هي الضيعة البلد الآن ناس تكون وصادقين ونكون ناس مع نفسنا أول حاجة خلونا جماعة نمرق البلد دا هل نقدر نمرق ونقدر ننقذ ننقذ البلد نمرق براء الأمان ننقذ هلنا البموت وثيل خلونا مكون ناس صادقين أول حاجة مع فوسنا أخواننا في معسكرات النزول جميعا بدون فرز رسالة بوجهها لكم تاني أخوان لأبنائكنا في الخارج مسالية زرقة كل الجبائل شوف والله المسلاتي والدعم الزغاية والزغاية والدعم المسلاتي والمسلاتي والدعم العرب والعرب والدعم المسلاتي في دارفوردي متزوجين بعضكم كلكم مجتمعات مترابطة فيمتوا؟ عشان الناس نكون واضحين ما يجيك واحد يقول لك الغبالة العربية كلها شاركت لا الليلة أبو قلو نبيع ماشيم بيمسل نفسه ما بمسل أهله سبيتنا بمسل نفسي ما بمسل أهله نعم في كل المجتمعات في طالح وفي الناجح ما كلها أكويسة يعني الليلة يشنو عربي مرج من القبيلة يجيك قاتل حالها دول القبيلة في الآيات قاتلت ما منطقي في عربي مرتشي مدينه قروش في زرقائي مدينه قروش يعني قتل أهله ما زي جنرارات الحركات المسلحة بتتكلم يسمى النازمين واللاجين الآن ماشي لقو الكرسي ولقو القروش وعاشوا حياتهم ما نكون معاكم واضح وصريح نفس العرب الأسلم وجود الدحم يتدمع عربي بقولوا هداك لما شعاشوا أول ما بدأ قتل أهل العرب تشاوا محرقون ونزحوا جبر عامر دا انتهى بالرسم المال بغير وجوه طماعة المال دايما بغير وجوه طماعة عشان ما يجينا واحد جنجاويتاي هنا يقول لنا يا أخان احنا جنجاويتاي طبعا جما عفوا لما نقول جنجاويته هم الدعم السريع من الآخر ندقوا لابو بولاطة كده يعني عشان الناس ما تخلط ما يقول لك جنجاويته اي عربي دار فرق جنجاويت لا 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 الجنجاويت محدد بالتحديد هو الدعم السريع الناس يقول لك لما جنجاويت بتشمل يقول لك لا لا عرب تقول لهم جنجاويت لا 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 عرب ماجين يويت عشان الناس ما تقود وكلمة الزرقة دي انا ذاتي ما لقيت اللي عرفتها في دار فور دي هنه ذاتن هنه هنه الذرقة دي الذاتن الزغاوي دي هم القال للزرقة الزرقة دي انا سمعتها في خشم قولت وانا بعرفها اصلا ومعرفان عرب دي بنعرفها لكن انا بفرز بالاثنين في عربي سوداني وفي عربي غير سوداني ده الان بعرفون في الزرقاوي ذات الزغاوي أنما نقول الزرقة بتشمل كل القبال البشر الصوداء كله ما الزرقة ديل فيه فون زرقة سوداني وزرقة غير سوداني حشان نكون قطعين فيجب على الزرقة السوداني يوحدوا صفهم والعرب السوداني يوحدوا صفهم يدفعوا عن أرضهم وأرضهم أما الزورة جاي مبردها حشان ما يعمل لك بلبلة وما يعمل لك مشاكل وما يعمل لك حروب وقفوا حده ده يرجاي ضيفي يحترم مرحب لكن عليكم الله ما فضيحة الآن الحكومة تطلع قرار تقول يا أخ دي ماليشيات جاي من نيجر ومن كاد ولافس اللبس كادي وما الحكومة ده علم جات كيف يعني طيب أين الدعم السريع المنطهر لك كان جات على يدبوق ويطارده لبكر الحد مجبوضة كان جاب وقرده صح هأس الوضع جات تعرف أين استخبارات الجيش ما أقول حدودكم ما قاعدين تكفلها معنات تخلي الغزو يجي خلي الغزو تعد دول ده يجي استحتل السودان ده أنا رساتي لكافة أبنى دارفور عرب أو غير عرب أنظروا لمصالحها القومية ومستقبل عيالكم ومستقبل البلد الحرب دي ما بتريح لها زو كلكم بتتعاووا فيها لو جاء جفاف اقتصادي حتتعانوا منكم كلكم عرب وزوكم وإذا جاءت دمار حتتدمروا كلكم النار دي ما عندها صالح وما في زول بيستفيد منها ما تيد قل لي يا نهل أنا كتلت أخويا الأزرق فرحان لا لا بالعكس إت ما انتصرت عليه إت كتلت وديت فرق ضعفت نفسك إذا جاء قدوا عدو عدو ثالث حيقضى عليك بكل سهولة لأنه إت كتلت أخوك شقيقي أخواننا في الزرقة لو كتلت أخوك العربي دي تمام يستفيد الآن لو جاء قزوا حقيقي من الخارج كلكم حتضروا تقفوا وتقاتلوهم لما انتقتل أخوك دي بتضعف نفسك ما تبقى إنسان قبيل أخوك اللي بتشوفوا ده الليلة إتوا أقرب منكم ما في جدود القبائل الزرقة دي أقرب من جدود كان ما في بنعرفهم السوداني سواء كان فورس وكان زقاوة سواء كان مسارية ناس كرم ناس جيد العربي بدهم من بيتهم وبدهم من أكلهم وبدهم من شرابهم والعرب نفس الشي أكرم منهم وأجود منهم ما في أن إحنا الكرم والجود الموجود في السودانيين الحقيقيين ما بتلقاف دول العالم أي زول بخيل أي زول كعب دمع سوداني ما أي زول بقتل سوداني ده حشان أكل وشرب دمع سوداني لأنه الصفات دي في السودان ما في ما في ش اللي تكون في نيجر في مالي في جات في أفريقيا الوسطى ممكن لكن في السودان ما فيه عشان الناس ما تقول تتوهم وما تقول تقوش بعضها البعض نحن والله ما عندنا نتصفي الحسابات وده ما عدونا احنا بصراحة كمتمردين كافة عدونا الحكومة اللي كانت هي بتصنع الفين الماليشي وبتصنع كتها ان تقتل اخوك والبتنهب ثروتك والبتدمرك وبتعملك المشاكل الفتن هسي عدو دارفور كله سواء كان عرب او غير عرب عدوكنا الحكومة القادة دي والحكومة القادة دي فيها حمدتي من دارفور وفيها الحركات من دارفور وفيها برها من الشمال وفيها حمدوك من كردوفان وفيها كله الشيرك وفيها كل سودان شيرك زي ما صاعلي بشكل بتاع حزاب هم قاعدين بيدمروا في السودان يعني شنو الحركة النار ولعت في دارفور دارفور جزء مننا في الشهيقية الآن في دارفور في جعلين الآن في دارفور في جوامعة في كل القمال العربية الآن ما عندنا علاقة ما من دارفور فين ساكن دارفور لأنه جزء الأرض السلطان أكل عيش المشا مدرس المشا معلم المشا دكتور سكنوا دارفور ده ولعت فينا روح ينجى منا ما خلينا نكون ناس واضحين الغازل بيجيكه اللي بيعمل لك المشاكل ده دار يأكل أرضك دار يبعد فوقها دار يستقل لها دار يخدأ يا جماعة أوعوا وعقلوا المشايخة والعمد اللي داراد الهالية في دارفور لو بيجيتوا يتبعون سواء كان عارة وزرعها انتو بتموتوا ديل باعوا القضية للدو بوكسي للدو عربية ايفينيتي للدو قروش الناس شبعت أنا بورركن ديل هن المشايخة بيقوا بيطبلوا للحكومة لأنه الآن الشي الحاصل ده ده شي مصطنع من ناس عاليك في حكومة وجودة عشان كده خلونا جماعة نحن نكون ناس واقعين صديق أنا متأكد الزغاوة الأصليين السودانين اللي أنا بعرفهم والله أطيب مني وما فيه الفور الأصليين أهل السودان دارفور والله أطيب منهم المساليت الأصليين أهل السودان والله أطيب منهم وما فيه والله ناس رجال وناس ناس كرم وناس جود والله ما نتجد فيهم إلا الخير ديل الناس السودانين لكن أي زغاوي جاي من كادو نيجر أي زغاوي جاي من مالي من أفريقيا أي فوراوي جاي من أفريقيا الوسطى ومن نيجر ومالي أي مسلات جاي من أفريقيا الوسطى ومالي أو أي عرب جاي من أفريقيا الوسطى ومالي ومن برد السودان من زوج علاقة بسودان والله هو بسبب المشاكل بالجعل Pennsylvania خلل نهم يكون الناس واضحين دارين السودان بال specialize دارين بله البنى دارين دالت فورد تطور دارين الناس العيد القيام بتري Astronaut انا بتكلم عن اجانب بالدخل قبل عشر سنة انا بتدخل على اجانب بالدخل قبل خمس سنة في اجانب دخلوا قبل خمس سنة السودان بس ما اندي لاني snack之 قبل عشر سنة تفيدhm مرحب بك لكن لست نتنجل قبل خمس سنة بس فينا دخل السودان لهم خمس سنة في بتوني دهل العاملية غلغلة حمايتين دهلما الصنعه جايده صنعاتين 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 لحد الآن لها كم سنة تسعة سنين قدوها عشرة سنة هذا الأجانب دهل جنجويت الدعم السريع هو الجاب المجلب اللي شاده كلها من أفريقيا الوسطى ومن نيجر ومالكة دهل المسودانين دهل جابه أسكري جاب أسرته كلها كرا جاب السودان أي أسكري داخل الدعم السريع بالنيجر مالي من شاد ما فيه غلوصة هو جره جابه قوع أسكري حشان يقاتل جره أسرته وقبيبته كجابه هيسكنه وين يعني؟ ما هيلا يكتر ده حشان يسكن هنا ويسرك حق ده حشان يسكن هنا أنا متأكد القبالة الأصلية الشواكات الزرقة أو عرب في دارفور أطيب منهم مافي وما عندهم مشاكل في بعضهم اللي بيجيبهم المشاكل هي القوة تحمل السلاح هم اللي انتهازين نصى المصالح في أبناؤهم وما يقول لك عيادة نظيفين وشرفة لا الزمن ده ولدك ببيعك عاد حشان مغابي المال والمال قالوا بغير وجه طماعا المساليت أخواننا ما بنرضى يقتلوهم والزغاوة أخواننا ما دارين لهم قتل والعرب أخواننا ما دارين لهم قتل ما دارين أي زو السوداني ده يموت لكن البيجي من نيجر والمال وميكاد دخلوا يموت جابه أدبه زول بقتلوا مافيه حشان كده نحن دارين نكون واضحين البيجي من الحبشة ذاته في القلب بدي وكتلوه البيجي من الشمال المصر ذاته جوا ما عنده لجانا مواطن مرحبه جاي دار الصعمار نفترض انبلا قالوا يا جماعة نكون ناس منطقين ونكون ناس عقلانين الشيء اللي بيحصل ده مصطنع من الحكوان الموجودين أي زو السوداني أصلي هو من حقه يدافع عن إرضه وأرضه لكن الظلم ملقط الجاي غزو ده ما عنده قضية بأرض ولا عنده قضية بأرض عشان نحن ما يجيك واحد يقول لك يا أخ ما تتخبط وما تتلخبط أي زول في الحكوان ده منتفع سواء كان في حرية تقير أو منتفع في حركة مسلحة أو منتفع في دعم سريع لأقلاء مرتب أو كده بيطبي للحكومة دي عشان كده نحن الآن في تحارف العزة والكرامة الوطنية بنظل بندافع بحق النازحين واللاجئين والمهمشين على مستوى السودان ما عندنا انحياز لحزيب أو عندنا انتحياز لحياة حاجة ما احنا السودانين ومن حقنا ندافع عن أي سوداني مظلوم أنا اللي عشت في بيوته وأكلت ووسطه الناس البكتور وفهم صباحه بسدل يا جماعة هوي والله اللي بموت في دارفور زي الكتل أخوي سواء كان الزرق أزرق أو أبيض نحن دارية الجاهل ده نفوته الآن اللي بيدفع التمن قدت في بعضكم ما في زول مرتاح اللحمتي بيدفع التمن ولا برهام بيدفع التمن ولا حمدوك بيدفع التمن والحكومة القادية يشيلوا منكم واردكم صباح ومساء ويقتلوا فيكم بعضكم عشان كده ندائلوا منكم الآن وحضوا الصوفكم وأنبزوا العنصرية والجهوية الدفينة في قلبكم ده والخير ده قالوا بيخص والشرب عم المثل ده ما تشتغلوا به اشتغل بكلام الله لا تذروا أذرة وذرة أخرى ما زول كتل جاك عربي جاي من نيجر كتلك إيه تقتلك عربي مسكين ما صح ما جاء عربي كتل زول أزرق الزول أزرق يجيكتل عربي تاني يقول ده العرب لا ما صح في عرب مساكين كل العرب مساكين قاعدين الآن في سرب عمري دي مبارح يقاموا علوم ما تزنبون شنو كتلوا منو فتنة بتصنع الحكومة حشان تمشتم ارباع جندته حقوقها هشا كده يا جماعة أن احنا دارين نبقى ناس منطقيين ودارين نحل المشاكل دي بدون تفك الدماء بدون حروب ده المطلب ضد طريق إننا نتصافه ونتسامحه الشهر شهر رمضان والدنيا رمضان وانحنا يجب علينا أن نتحكم بعقوة العقل دارين قوة العقل ما دارين نجام الزول ما دارين نكسر الزول ما دارين نطب الزول أخواننا في القبال العربية الحقيقة الدفين أجوا قلوبكم داء مرقوه أخواننا الزرقى الحقيقة الدفين بتاع الفرادة الحرب في قلوبكم مرقوه إذا أردتم تبنوا وطن جديد أو سودان جديد وبعدين إنه شاهد في ناس انتهازين نفس الأحزاب استغلوا معركة الجنينة بإنه يدخلوا بها شنو؟ الأم المتحدة المستعمر ينفذوا أجنة المستعمر وجاتهم في جرح على ما أعتقد مشكلة الجنينة جات لأ المستعمر في جرح بحجة إنه يدخل الأم المتحدة ويجيبوا شنو حق الإنسان ويجيبوا قوات البند السابع دي احتلال نحن برضو ما هنسمح للانتهازين في الاتفاحة المسلح أو الحركات الخارج السلام أن تستدعي مستعمر لنا بواف بحجة الجنينة مواللعنار لأنه هم نشاركوا افتعال الحرب حشان تطوروا ويجيوا استعمروا كما استعمروا شات الكلام ده نحن نرفضوا كشعب سودان الجملة ومتفصيلا ما في أي أمم المتحدة تجي داخلها عشان تجي تنبطح ليت نوم وتأكل مننا اللغاس والأكل ده ما تبقى راجل تشتقل يا زول السلاح ده لو بيحتوا الآن براكم وجيتوا زراعة تفيدوا وبقتوا لأخوه ما تنظفوا ضبائركم والأمم المتحدة بتحل كلها غيركم بيحلكم دي استعمار ده أنت يقول لنا بس هتنفز جندة حمدوك وجندة الحركة الشعبية وجندة أخينا عبدالواحد في نفسه عشان كده نحن جماعة ما داري لدينا مشاكل أكدر من كده نحن ما عندنا شغلة بدارفور وقالي من دارفور لكن أخواننا معانا في المعارك خلونا جماعة نمر بلدنا برا الأمان كنا داري نبل السودان وداري ننغذ مستقبل أولاد خلو الكضب والدجل والكلام الفارغ اللي بيحصل ده ما قدتوا الآن أصبحتوا انتبع دي المشكلة أي زول أصبح تابع وغرار ما غرار وغرار عن زول ده خلاص ده بكم وبرمج زي البهاي ما سيقلني بصوت فارتوك بيجاي ودوم السوق سمينا تتباع والسمحة تتباع والشي نتيجة راجع المراح ياهو أصبحتوا قدتوا في دارفور اتباعكم للحركات المسلحة كارثة واتباعكم للأحزاب كارثة وطبلكم لحميتي الجنجويتي كارثة فالبتاع ده هو الأعمل فيكم الكلام ده ليه؟ لأنكم الآن أنا بقول لكم أنا بقول لكم حاجة واحدة وستفهموا منكم انتم الآن حركات مسلحة بيتكلم بإسم تحرير السوداء وكلها من دارفور طيب لماذا لم تتوحدوا إذا كان همكم قضية دارفور وقضية السوداء ليه ما توحدتم بقيتوا كتلة واحدة قيادة واحدة حركة واحدة بقيادة واحدة الدليل إنكم كلكم جاروا ورا مصالحكم لكن المواطن الدارفوري قبيل ما متعلم جهلتوه مقاتل ابني فكرياً ما يعرف عدو الصادق منه الصالح منه لكن إنتوا المثقفين في أبناء دارفوري المتعلمين سواء كان عرب أو زركة الآن إنتوا ساركتوا عرق المواطن المهمش النازح نظام بعض